أبسط أبجاديات القانون المعروفة أنه عندما يتم الحكم في أي قضية جنائية لابد من أدلة لابد من جمع هذه الأدلة والشواهد والتحقيقات كل هذا لا يحدث عندما تقوم إسرائيل بالتحقيق في قضية ما في تحقيقات إسرائيل إذن لماذا تقوم بهذه التحقيقات؟ ما الذي تريده إسرائيل من هذه التحقيقات؟ هذا هو السؤال بالضبط هذا هو السؤال نحن أمام سؤال الحقيقة ما الذي تريده دولة الاحتلال من التحقيقات التي تقوم بها؟ الغرض الأساس جوهر وفقه التحقيق هو إظهار الحقيقة ما تقوم به دولة الاحتلال هو عكس ذلك تماما هي تسعى لطمس الحقيقة والهدف الرئيس من لجان التحقيق لماذا تشكل؟ تشكل لأن هناك حالة من الضغط الدولي والإقليمي من جهة وهناك استباق لممكنات التوجه إلى قضاء دولي سواء محكمة الجنايات الدولية أو محاكم وطنية يسمح قانونها بالملاحقة الجنائية لأفراد ليسوا من مواطنية وبالتالي استباق كل ذلك يقتضي تشكيل لجان الغرض منها في نهاية الأمر ليس إظهار الحقيقة وإنما توفير الغطاء القانوني والسياسي لمن ارتكب جرائم حرب ونحن نتحدث هنا عن جرائم خطيرة وصف القانون الدولي بأنها الجرائم الأخطر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة من اقترافها ومن أمر اقترافها وأنا أذكر هنا بأن كثير من لجان التحقيق ونحن أمام مستويين من لجان التحقيق بالمناسبة المستوى الأول هو اللجان التي تشكل سواء ما يتعلق بحدث داخل دولة الاحتلال وأثار الرأي العام أو حدث يتعلق بالفلسطينيين وأثار ضجة أو ردود فعل غاضبة دولية وإقليمية ومحلية وهي جعلت تشكل برئاسة رئيس المحكمة العلية الإسرائيلية أو أحد القضاء في المحكمة ولجان تدقيق وفحص شكلت بعد لجنة تحقيق تيركل والتي أجازت لهيئة الأركان بأن تشكل لجنة من الضباط ترهيئة لجنة عسكرية كل ذلك الغرض منه في نهاية الأمر ليس الوقوف على أسباب الجريمة ودوافعها والتحقيق في مرتكب الاحتلال من جرائم بالعودة إلى كل جان التحقيق لجنة شمغار التي شكلت بعد العدوان على المصلين في الحرم الإبراهيمي ما خلصت به اللجنة ما خلصت به لم يتطرق إطلاقا إلى واقع الاستطران وإلى ما ارتكب الاحتلال من جرائم وحقيقة الاحتلال الجاثم على صدور الفلسطينيين يعني هنا سيد عيصان ونجدة في نهاية الأمر قررت يعني لا يجب ربما أن يعطى اهتمام لهذه النتائج وهذه التحقيقات التي تأتي ممن ارتكب الجرائم ولكن السؤال هو ماذا عن المحكمة الجنائية الدولية كيف تقيم عملها بالنسبة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هل هي فعالة؟ حتى هذه اللحظة المحكمة لم تتقدم خطوة واحدة تجاه الوصول إلى العدالة في هذا المكان من العالم المحكمة الجنائية بعد عمل مضني وشاق قام به الفلسطينيون بتقديم أدلة وبراهين على الأقل في المرحلة الأولى لمرحلة التمهيدية لأن يستقر ضمير وعقل ووجدان المحكمة بأن هناك جرائم قد ارتكبت وبالتالي الشروع في التحقيق قررت المحكمة الشروع في التحقيق ولكن حتى هذه اللحظة منذ أكثر من عام لم تتقدم المحكمة خطوة إلى الأمام القضاء الدولي هو ليس قضاء بديل عن قضاء المحلي في أي بلد هو قضاء تكميلي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه القضية وهي قضية أصيلة ومهمة أنه في نهاية الأمر ليس قضاء بديلا وإنما قضاء يأتي ما بعد استنزاف واستخدام كل الأدوات المحلية قضائية وغيرها المحكمة الجنائية ضمن التفويض المواطنة لها هي مطالبة بالتحقيق في مرتكب من جرائم والدائرة التبهيدية في المحكمة قررت الأشروع في التحقيق ولكن لم يتم حتى هذه اللحظة القيام بذلك بالمقاربة مع ما يحدث الآن في أوكرانيا بالمناسبة ربما قبل أن تتحرك الطائرات لقصف أوكرانيا الطائرات الروسية فتحت تحقيق وشكلت لجان وفتتحت ثلاث مكاتب في ثلاث مدن في أوكرانيا وهناك 45 محكمة وهذه نقطة مهمة سأعود إليك